اشتركوا في القناة 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 وطبعاً كان الفيلم كان فوق الممتاز أنا من وجهة نظري شايف أن الفيلم كان أحلى فيلم في تاريخ مربل السينمائي يلي بعديه عدول إنفينيتي وور فرحت الفيلم جداً بعد ما عرفت أن الفيلم في 3 أيام بس منذ صدور عرضه أنه عدى المليار و 300 مليون مجرد في 3 أيام وده طبعاً رقم قياسي خيالي لحد يومنا دلوقتي أفنجرز أند جيم يعتبر تاني أعلى فيلم في تاريخ السينما العالمية حطم أرقام قياسية كتير جداً ووصل إراداته 2 مليار و 188 مليون إنه خط حاجز تايتانيك وبقى في المركز التاني ودلوقتي داخل على أفاتار يعني حطم الرقم القياسي بتاعه لإنه أفاتار جاب 2 مليار و 788 مليون حاجة زي كده بالزبط يعني فهو تقريباً أفنجرز أند جيم رايح على أفاتار إنه هو برضو يعدي الرقم القياسي بتاعه ويبقى أعلى فيلم في تاريخ السينما العالمية لما عملت المراجعة كنت قيل إنه أنا عندي إحساس كبير جداً إن الفيلم ده فعلاً هيعدي تايتانيك وهيعدي أفاتار وهو عدى تايتانيك فعلاً ودلوقتي طريق إنه هو يعدي أفاتار نزلت النهاردة التريلر بتاعت سبايدر مان فار فروم هوم وطبعاً كالعادة ما شفتش التريلر أولى مرة من زمان يعني لما نزل التيزر تريلر لما كان نزل قبل كده من كم شهر ونزل النهاردة الأوفيشيال تريلر بتاع سبايدر مان فروم فار فروم هوم وبعد ما خلصت الملحمة بتاعت أفنجرز أند جيم طبعاً عرفنا بعد كده إن الفيلم ده حيدور بعد أفنجرز أند جيم أنا الأول كنت فاهم إنه هو حيدور قبل أفنجرز أند جيم والحلقة دي طبعاً مش حيبقى فيها سكريبت ولا حيبقى فيها أي حاجة لأن أورادي نتكلمنا على الفيلم بموصلين ومخرجين وكل حاجة فإحنا مجرد هنتفرج على التريلر بتاع سبايدر مان فار فروم هوم وطبعاً كالعادة ما شوفتش التريلر أول مرة فحاشوفوا دلواتي معاكوا لأول مرة يالله بينا The Spider-Man Far From Home trailer is about to play but if you haven't seen Avengers Endgame yet stop watching because there's some serious spoilers about to come up but if you have seen Avengers Endgame enjoy the trailer Everywhere I go, I see his face I just really miss him Yeah, I miss him too I don't think Tony would have done what he did if he didn't know that you would have been here after he was gone ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر يجب أن تترد من أخرى ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر كأنت تريد المشاركات لزفير في الأسرق أمانا أبدا، سوف نحن كتير ماذا تريد انقصنًا؟ أريدد مسارة التواصلات تريد من الرجال وتخبرها حماية أهل أم possibilر أن أصِم إمجرأ أم فيها لا، من أطلق المملك أريد أنني انتظر تريد الصباح يتوقع قد نعم يمكنني أن تكون لست أجراء ولكن هذه هي سمعه ساven الوماع يتركها سنعبسك سنعبسك سيكون متوقفة سنعبسك أشعر بأن أمسكي في مدينة العالم يحتاج إلى سنعب هل سألت أمسكي؟ كما إذا كان عددتكم من هناك اتناقوا مع ميزوان كما انت؟ كما انت؟ كما تعمل مع ميزوان وليس مع ميزوان أجل اجل 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 من الدنيا هل تخطفوا حقا؟ يعني، ام التحكي لي في الدنيا طبعا كنت موضح قبل كده في التريلر في الفيديو بتاعي كنت موضح ان ده هيكون اخر فيلم ليه علاقة بي انا كمارفل فان بوي مليش دعوا باي افلام مارفل بعد كده هتنزل لان زي برضو موضحت قبل كده ان مارفل علاقتها بعد كده بالسوبر هيروس هتبع عبارة عن فيمانزم وهتبع عبارة عن بلاك بيبول وهتبع عبارة عن سياسة في الامريكا والكلام ده كله فمليش دعوا يعني بالكلام ده كله فانا بالنسبة لي علاقتي هتنتهي من بعد نهاية الفيلم ده التريلر طبعا مالهاش حل جمدة جدا 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 انا سمعت كمان برضو في التريلر هيبقى فيه مولتي يونيبرس مولتي يونيبرس ده معناه هل هيبقى فيه سوبر هيروس تانيين ممكن ممكن يخشوا معاهم زي مثلا اكس من ولا حاجة شخصية ميستيريو عجباني جدا جاك جينل هل شكله عمل شخصية جمدة جدا انا عارف انا مش كوميك بوك فان اوي بس انا عارف ان الشخصية دي مؤسرة فعلا في الكوميك بوك مع سبايدر مان وكده ولاحظت كمان في التريلر ان بيتر باركر اللابس ان اتضرب ايرون مان حاجات كتيرة جدا ورفرنس بقى طبعا لايرون مان هنا بقى حتة دي هنا لالناس اللي ما شفيتش افنجرز اند جيم جايبين طبعا ايرون مان توني ستاركن هو مات فحتة عظيمة جدا اوي بينهم وعجبتني جدا 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 الحتة لفي الاول بتاعت التريلر بتاعت بيتر باركر توم هولند يعني وهو بيقول الفيلم ده ان اللي ما شفش اند جيم يروح يتفرج عليه وبعد كده اللي شاف ويكمل التريلر عادي لان معروف اصلا ان توم هولند هو اللي بيحرق الافلام بتاعت مارفل في عالم مارفل السينمائي في الانترفيوز وكلام ده كله حتى لو حضراتكو ما شفتوش الكلام ده ممكن تدخله على اليوتيوب في الانترفيوز اللي هو كان بيعملها لوحده سواء هو او مع بانا ديكت او مع مارك رافلو ففيه كان فيه انترفيوز كتيرة جدا كان بيقع بلسانه وكان بيحرق الفيلم فحتة حلوة منهم منهم يحط طبعا توم هولند في الاول يقول ان فيه مرعطا للسبويلج يعني اللي ما شفش اند جيم وكلام ده كله الفيلم هيبقى حلو جدا بجد انا مترقبه وفحت يعني ده زي ما قلت يعني حينزل في اتنين يوليو طبعا نزب التركبي زي ما قلت يعني عشرة من عشرة لان دي هتبقى فعلا خلاص نهايتي او علاقتي ستنتهي بعد الفيلم ده مع مارفل سينماتيك يونيبرس انا لسه برضو اقاري خبر من كام يوم اعرفت ان هم جددوا العقد لثور في احتمالية كبيرة جدا ان هو هيظهر في جاردينوف دي جالكسي الجزء الثالث وفي احتمالية كبيرة جدا ان هو يعمل ثور الجزء الرابع فمش عارب بقى الدنيا هتبقى ماشي ازاي بس خلاص يعني كده عقد ايرون مان خلاص انتهى مع عالم مارفل السينمائي سواء هو ولا كابتن امريكا الحلقة دي هتنزل ان شاء الله باذن الله وبعد كده هيبقى فيه حلقات رمضان هتنزل انتم اش متخيلين يا جماعة حلقات رمضان اثلاني ازاي حلقات رمضان بجد صعبة جدا ان انا اتابع 13 مسلسل عشان بعد كده اقدر اعمل له نفيو فلايكاتكو بقى وشيراتكو وكمنتاتكو بقى حركات عشان فعلا الموضوع بجد صعب جدا والواحد تحت ضغط جامد قوي من مسلسلات رمضان لان فيه اوبرلاب من مسلسلات كتيرة جدا وفيديوهات كتيرة جدا الواحد بيتفرج عليها عشانه يقدر يطلع مثلا حاجة نظيفة عشانكو يعني ياريت تعرفوني تحت في الكومنتات ايه مصير سبايدر مان هيبقى بعد كده في عالم مارفل السينمائي وقال انتو متحمسين للفيلم ولا لا تمنى الحلقة اكون عجبتكو وان شاء الله استرنوني فيديوهات تانية قريب ما تنسوش تعميري لايك وشير لو حلقة عجبتكو وما تنسوش تعميري فقولوا على فيسبوك وتويتر وإنستجرام وشوف كل حالة لغاية باي باي تعميري